بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي التلاميذ نلتقي اليوم ان شاء الله في اول درس من دروس المادة لشعباتين العلميين والأدميين إذن نروحو تصفحوا bankruptcy استواشتين الفون من اللسي Γ salvarكم لسار يعني ترجيل في البنرانيش إذن بدون بلا السيقنس 2 بالرزمي إذن نابلت بالبناء الجزائى إذن تبغم معه مر consec إذن تبغم معي مكان لالanned喔 لإنجايل الورسيائي لأحبdling من البناء الجزائى للمطقة وال إزالة نحن اللاهرة أرى دائعنا للإيضا Mais l'air que nous respirons, le sol que nous foulons et l'eau que nous buvons font également partie de notre environnement. Il y a des milliers d'années, l'environnement de chaque homme était limité. Les nomades eux-mêmes n'allaient pas très loin et au-delà de leur horizon, ils ne connaissaient pas grand-chose. Mais les gens commencèrent à voyager de plus en plus loin et ils aperçurent que leur environnement était plus vaste qu'ils ne le croyaient. في نفسينا يمكننا من فرحة في المدينين في كلها سيزارة في نفسي يجب أن تشكريتنا من أعلى وحتى نحن كبيرة حتى نحن كانوا من نخطر أن أحدهم كبير من أفضل في أحيان البحر الأولى في مثلا أن أقوم بحضول كبير تفضل المحضورة في نحن السيطة ونحن لا يشكو أعلى في الأقل من الإنسان or de nos jours ce que nous faisons chez nous peut avoir des conséquences dans d'autres pays par exemple les fumées des cheminées anglaises peuvent arriver jusqu'en Suède les hommes commencent à s'apercevoir que leur environnement est la ville ou la campagne où ils vivent mais également la terre entière la source ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أدوى تحيث على أولئك الضيخة هذه العديدة لدينا السؤال الأولًا يومتقبل في ذلك الصعب أدوى الألحسام فإن كثير أو أدوى 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 هناك أولى قطعة مع النجارة يعتمد الآن في قطعة حقيقة المترجم في قطعة للتأكيد لتحقيق الأفرارة سوف تحديث أخبرنا السحيط أخبرنا السحيط أخبرنا السحيط أخبرنا سوف تحديث يساعدنا السحيط عدنا l'imparfait jusqu'à une époque récente يعني نقعه في العبارة jusqu'à une époque récente présent بعد عدنا remplacer toutes les expressions indiquant le temps par des adverbs يعني العبارة اللي عبر بها الكاتب على الزمن عوضوها ب des adverbs يعني بضرف مثلا عدنا العبارة par exemple عدنا عدنا il y a des milliers d'anye le text il y a des milliers d'anye شوفوا le text إذن عدنا voilà عدنا هذه العبارة il y a des milliers d'anye alors il y a des milliers d'anye هذه العبارة تدل على الزمن donc نقلق عوضوهم ب des adverbs نقدر نقوله في المكان نقوله autre fois par exemple لنقوله jadis عدنا عبارة d'unujoo d'unujoo هذا العبارة. دون وجوه. اذا دون وجوه تقدر تتوحي لك بالله هذه الأ endings تتتتتحدث عن مكان حضرا ك Williams لكن قد رعبوا هذا الجوه nehmen بعد ذلك رئيسه في قريب dressوم الجوهد من ر glucose سواء على العالم في نابقنا في الجانب سواة أمو بعض أممم Stunden نمو في الله أمم�도 Parteعة دموت لكن وهكذا فقط الذي يجربة فهنا نفسه من الأسام هذه القوة النهم يتعبون في الهارة ولا م لكن هكذا نفسه 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 قال فقط كم تبعينا تبعه فيها لفنو يكن لن أعطا على اولم سدوا على المعارب هنا فإننا نفسه فالتحدث نو نعني نسأل نو نعني نعني نسأل نو نعني نفسك نحن من دلد نحن نسأل نحن نسأل أفضل أن أمنع في نفسير إذاً فردنا على مدى فاردنا على مدى لكن في نفسير نحن ، فردنا على مدى كما نفعل وفقنا نفعل ، فلنحن ، فرصة شكرا ، فرصة فرصة يتحدث في نفسها المترجم للأنوماتية الكارت الكأكام صورة الكارت الكأكام صورة فالتعلمة يعني تكمل كأكام صورة ترجمة نانسي قنقر Donc la définition تعرف هي l'environnement l'environnement de l'homme c'est tout ce qui l'entoure هذه c'est une définition كل ما يحيط بالإنسان donc هذه l'environnement هذه la définition les exemples قالك 2 il y a 2 2 exemples كالما يربيو شفتها je pense هنا là par exemple par exemple les fumées des cheminées anglaises peuvent arriver jusqu'en Suède كالما يربيو شفتها كالما يربيو شفتها كالما يربيو شفتها si par exemple on allumait le feu ou un feu la fumée pouvait gêner le voisinage mais non pas ceux qui vivaient à des kilomètres de distance c'est دانه دوهم les deux exemples من باتقالك trouver un titre من باتقالك هنا trouver un titre ولا قبل voilà un titre à chaque paragraphe إذا les paragraphe voilà les حددناهم maintenant le premier هنا وشيحكي رحكي بسيفا عما على تعرف l'environnement بسيفا عما définition de l'environnement هذا c'est un titre pour le premier paragraphe le deuxième paragraphe هنا يحكي لك على l'environnement بمفرومه في الماضي كالما يربيو كالما يربيو كالما يربيو كالما يربيو في الماضي هناك لثيهم paragraphe كما يربيو هناك ساكيامو هنا رح يعود لنفس الفكرة يقول لك باللي تيقن الإنسان أنه لما يأثر على البيئة ما رحيش تأثر فقط على المحيطين به وإنما تأثر على كامل تقدر تأثر على كامل الناس اللي بعد عليه في العالم إذا هنا قناعة تامة باللي البيئة ليست فقط المكان اللي يتحدد في المكان اللي يعيش فيه وليكبر فيه وإنما البيئة هي 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 اللي يعيش فقرة صغيرة اه بيين يعني اثبت فيها هاد المقولة هاد الشهادة باللي المعلومات والا الاخبار تتنقل بسرعة هادين بعد ندروها احنا نشوفو هنا يصفو اغفاء باكبور رزومي انتك سلي نسيسار دو غيري لزارتكولاتور كي لستركتور هنا طالك يعني باش تتلخص نص اه لازم تشوف ورهم لزارتكولاتور يعني هادوك المفصلات المحددات اللي تحدد لنص اه بواسطتها نقدرو نقدرو يعني نلخصو نص كيف ذلك يعني عند هادوك الزارتكولاتور نقدرو نفصلو اولا الى اه فقرات صغيرة كل فقرة نستخلو منها الفكرة العامة نتاحها كما قدروا في اللغة العربية افكار جزئية ومن بعد نحاولو كيفاش نرقطو نسقو بهادوك الافكار اللي كي نشكي لها ان بتي رزمي ادن اه بوالا اه دلنا احنا يا لسو تتخطع شكل بارغراف بعد تتفصلنا فيهم ادن قلنا متعنا قلنا في اللولة العنوان الاول تعتقر الاول هنا ايه ادن لخصناها في في اللغة العربية هذه هي الافكرة العامة اخرى ان كان هناك وقتبر لكم اللغة العربية انك تتكلم لجمع لنجزية ومن بعد ذلك كيف ايه depri تتكلم على اللغة العربية انك مستخدم على تلك الافكرة العامة ينشع الى افكار الثانية. قلنا في العنوان التاحة قلنا في الماضي. يعني في الماضي البيئة كانت محددة في المكان اللي يعيش فيه الانسان. التقرة الثالثة هادي. اه قلنا باللي الانسان الانسان تيقن باللي المحيط التاعه. ليس فقط المكان اللي يعيش فيه. لكن اوسع من ذلك بفضل التنقلات وبفضل الاسفار. اذا الانسان هنا اصبح يسافر واصبح يتنقل من مكان لمكان. اذا هنا بداية هالله باللي العالم الوسع الكبير. هذا عبارة عن مدينة صغيرة. اذا هنا وش نقوله كفكرة. نقوله مثلا اكتوالما الان سيكو سون امبيرانمون بلو لارش كي نلا بي اه اماجيني. يعني هو اوسع مما كان يتصور. اه بسبب او بفضل الاسفار واتل التنقلات يعني جغاس وواياج وديبلاسمون. من بعد هانا الفقرة الرابعة. هانا يقول لك باللي اه في هالفقرة يقول لك باللي يعني تأثير تاع الانسان. اه تأثير سلبي تاع الانسان. يعني اه اصبح يلويتش في البيعان. وما اسأحش يضرج نفسه ولاغل صغير المكان يعني لوبوت البيئة التاعه. يعني لوبوت البيئة التاعه والبيئة الاخاري. وفي الاخير اه انفيرونمون. هنا يعني هنا في الفقر الاخيرة يعني اه ما لازوش يدير هكا لان بما انه اصبح يؤثر من مكانه يقدر يؤثر على كامل العالم. اذا هنا اه معناها ان الانفيرونمون الحقيقي او البيئة الحقيقية هي كامل الارض. هذا ما يخصوط. او اشتركوا لان مع الحلول. اذا نحن احنا اشتركوا حساباتنا. اشتركوا في خانات واحدة كامل الامر الان وضعوا اشتركوا فيłe خانات واحدت وتجروا نهارمين الان. اعني احنا حشت كامل مكان عن جمعي الملال الان. احنا احنا حشت كامل الان رجعون الان. كامل الان رجعون ان تتخبؤ اكارات بما احسابين لكامل الان. احساب ان تخبؤ ا Vielleicht لكامل الان تجرقم الان. اخباب ادكوري بوتر كلاس. بو هاداك شغل كل المشروع ديرو. يعني شعفالي طلب لكم ولا لا لا. الاساسيال نشوفو حنا الملخص. إدان دكلكم نوع من المبتل خيس. إدان نشوفو. إدان ووالا هادي الحلول. تعلقاشن تعلق صورباشن تعلق تعلق تغالى نوتيك. إدان تقضوا تحبسو الفيديو. قد ما تشوفو الأجوبة ولا تكتبوها. ولا دلو كابتور ولا كما تحبو. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. et tout ce qui entoure l'homme y compris l'air, l'eau et le sol que ce soit en ville ou dans la campagne الدifter Actuellement l'homme peut se déplacer vers les endroits les plus éloignés et ainsi se rendre compte que l'environnement ne se limite pas à son lieu d'origine comme il le pensait dans le passé mais l'homme malgré cela pollue son environnement et celui des autres malgré sa conscience que l'environnement نشاء الله هدي خدمة بسيطة ان شاء الله تفيدكم هدا فيما يخص الاول درس ان شاء الله هدا كيما كنت شوفه كنت نزرب وكنت نسترع يعني مكتش محضراته يعني كنت هكذا نخدم معنيش ان شاء الله المرة القديمة بإذن الله نواصله اذا نحاولو نديرو كامل النصوص الهاد لسيكونس ان شاء الله هم بعد نديرو الهاد لسيكونس الاولى ومبعد ننتقلو لله اذا وبهذا نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته